أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصف لأنكم بثريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدين أنتم عظام أنتم يا أيها المراجل أنا أدري تابعوني البرنامج لأن هذا البرنامج نعي الوالديكم أنا أدري نعي الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أنا أدري نعي الوالديكم وجاي تابعوني البرنامج منين جبتوا هذا الدين منين جبتوا أمر آخر وهو ما أحدثكم عنه في هذه الحلقة لقد مزق الطوسيون اللعناء من مراجع الحوزة الطوسية مزقوا دين العترة الطاهرة بما يسمى بعلم الرجال إنه علم الرجال الناصبي جاءونا به من النواصب تلاحظون أن كل دينكم جاءونا به من النواصب هذا هو دين حوزة النجف دين ناصبي بتري قذر مرت علينا معالم المذهب الطوسي في بداية هذه الحلقات أتحدث عن الحلقات المعنونة بعنوان المذهب الطوسي في بداية هذه الحلقات حدثتكم عن معالم المذهب الطوسي وتنقلت في الحديث إلى أن وصلت معكم إلى الحديث عن مسارين عن المسار الكوثر والمسار الأبتر قطعا المذهب الطوسي سيسير في المسار الأبتر وهذا ما بيّنته لكم وبالأدلة والوقائع والحقائق والوثائق إلى أن وصل الحديث إلى كينونة دين العترة الطاهرة والتي من خلالها نستشرف مكونات كينونة المذهب الطوسي القذر إلى أن وصلت معكم إلى حلقتنا هذه كي أحدثكم عن علم الرجال الناصبي لا أريد أن أحدثكم عن تأريخه فقد حدثتكم فيما مضى في برامج المتنوعة ولا أريد أن أتناول الكتب الرجالية في أجوائنا الشيعية فقد قد قلت وقلت وشرحتها تشريحا ومر الكلام بخصوصها كرارا ومرارا في برامج المختلفة في هذه الحلقة أريد أن أسلط الضوء على علم الرجال هذا من خلال آيات الكتاب الكريم فقط من دون أن أذهب إلى الروايات والأحاديث من دون أن أتناول الواقعة الحقيقية لكتب الرجال كيف ألفوها تشتمل على أي شيء ماذا فعلوا بها وماذا حرفوا إلى أن ينتهي الكلام عند أضرارها وإضرارها بدين العترة الطاهرة كل هذا حدثتكم عنه فيما سلف أريد أن أجعل حديثي في هذه الحلقة في جولة بين آيات الكتاب الكريم فيما يرتبط بموضوع الرجال هذا الذي يقال له علم الرجال وبه استطاع الطوسيون اللعناء من مراجع الحوزة الطوسية القذرة في النجف وكربلاء أن يدمروا دين العترة الطاهرة وأن يدمروا أحاديث أهل البيت وأنشأ لنا دينا من قذارات سقيفة بني ساعد ومن قذارات الأشاعرة والمعتزلة والشوافع هذا هو الذي تكون منه ديننا بحسب الحقيقة المشكلة الرئيسة في علم الرجال هي مشكلة التقييم حينما يقيمون رواة الحديث لا أريد أن أناقش مصادر التقييم ولا أريد أن أناقش درجات التقييم إنني أريد أن أناقش التقييم بما هو تقييم بحسب آيات الكتاب الكريم وأبدأ من هنا أبدأ من قصة برنامج الخلافة الإلهية في الأرض هذه سورة البقرة إنها الآية الثلاثون بعد البسملة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الله يقول لهم إني إني جاعل في الأرض خليفة فهل يتوقع من الله أن يجعل خليفة يكون سيئا في الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة أطلق تقييمهم استنادا إلى مقدمات عندهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فماذا قال لهم سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني أن قدرتكم في التقييم ليست سليمة قال إني أعلم ما لا تعلمون فأنتم تعتمدون في تقييمكم على معطيات مشتزأ هذا هو المراد من كلام الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون إذن مشكلة التقييم مشكلة بدأت مع أول لحظة من برنامج الخلافة في الأرض هؤلاء هم الملائكة والحديث والحديث عن خليفة الله آدم عن نبي عن خليفة يريد الله أن يستخلفه في الأرض هكذا قيم الملائكة ذلك الخليفة فكان الجواب من الله إني أعلم ما لا تعلمون تصدرون تقييمكم على معطيات مجتزأ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وتستمر الآيات تحدثنا عن قصة الخلافة في الأرض وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون معطياتكم في التقييم ناقصة الحكاية واضحة الملائكة أخطأوا في التقييم فبين الله سبحانه وتعالى لهم الحقيقة لأنهم صالحون اعتذروا وسجدوا لأبينا آدم بعد ذلك إبليس لا شأن لنا به الآن حديثنا عن الملائكة الملائكة أخطأوا في التقييم لماذا أخطأوا في التقييم الله قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون المعطيات مشتزأة هذه حكايتنا مع علم الرجال مهما كان علماء الرجال إن كانوا علماء مهما كانوا قد حصلوا من المعلومات فإن معلوماتهم عن الرجال تبقى مشتزأة المعلومات المشتزأة لا يمكن أن توصلنا إلى النتيجة القويمة السليمة مشكلة علم الرجال هي هذه في التقييم وأصل التقييم المشكلة في التقييم لم تقف عند الملائكة فقط إنها مشكلة إبليس إبليس أيضا في سورة الأعراف في الآية الثانية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة نذهب إلى نذهب إلى فاصل في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأعراف بعد أن حدثتنا الآيات التي سبقتها عن أن إبليس رفض السجود لأبينا آدم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك سبحانه وتعالى يوجه السؤال إلى إبليس قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فماذا قال إبليس قال أنا خير من دخل في موضوع التقييم قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين لا أريد أن أناقش تقييم إبليس لأبينا آدم فإن طرد الله لإبليس لإبليس ولعنه يكفيني في أن أناقش موضوع تقييمه لأبينا آدم قال أنا خير منه أنا خير من آدم خلقتني من نار وخلقته من طين معلومات خاطئة وبحسب القرآن ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لضيق الوقت هناك المطالب الكثيرة التي أريد بيانها إذن مشكلة إبليس هي في تقييم الرجال في تقييم أبينا آدم مشكلة الملائكة كانت في تقييم الرجال في تقييم أبينا آدم لكن الملائكة اعتذروا لله سبحانه وتعالى وسجدوا لأبينا آدم وأقروا بفضل أبينا آدم لصلاحهم إلا أنهم في البداية أخطأوا في التقييم إبليس أخطأ في التقييم وبقي مصرا على تقييمه ولهذا اللعن بسبب تقييمه الرجالي لقد قيم رجلا قيم أبان آدم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومشكلة أبينا آدم أيضا مع إبليس هي مشكلة تقييم في سورة نفسها في سورة الأعراف في الآية العشرين بعد البسملة والتي بعدها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة هذا قول إبليس لأبينا آدم وأمنا حواء وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين الخالدون محمد وآل محمد مثل ما جاء وصفهم في سورة صاد بالعالين الخالدون محمد وآل محمد هم الراسخون في العلم هم الخالدون في هذا الوجود هم العالون في الملأ الأعلى هم الطاهرون المطهرون في آية التطهير هم 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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين هذا خداعه إبليس ما هم الملائكة بأجمعهم سجدوا لك يا أبانا آدم هذا يضحك عليك الملائكة سجدوا لك يا أبانا آدم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكيني أو تكون من الخالدين وقاسمهما أقسم لأبينا آدم وأمنا حوى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين الرواية عن إمامنا الصادق في تفسير القم الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة مئتين واثنعش تبدأ الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما أخرج آدم من الجنة هذا قول صادق صلوات الله عليه لما أخرج آدم من الجنة نزل جبرائيل فقال يا آدم أليس الله خلقك بيده فنفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وزوجك حواء أمته وأسكنك الجنة وأباحها لك ونهاك مشافهة بشكل مباشر صدر النهي من الله وشافه آدم بذلك ونهاك مشافهة أن لا تأكل من هذه الشجرة فأكلت منها وعصيت الله فقال آدم يا جبرائيل إن إبليس حلف لي بالله إنه لناصح فما ظمنت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا الله هو الذي منعك عن الشجرة إنها مقدمات التقييم الخاطئ يا جبرائيل إن إبليس حلف لي بالله إنه لناصح فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبة مقدمات خاطئة في التقييم هذه هي المشكلة المستدامة والمستديمة فيما يسمى بعلم الرجال لاحظتم فإن المشكلة الموجودة في قصة الخلافة هي مشكلة التقييم الملائكة أخطأ في تقييمهم الرجال فأبونا آدم رجل وهم أخطأ في تقييم هذا الرجل إبليس أيضا أخطأ في تقييم أبينا آدم أخطأ إبليس في تقييمه الرجال فأبونا آدم رجل وأخطأ أبونا آدم في تقييمه الرجالي فإن إبليس رجل من الجن إبليس رجل جني فقد أخطأ أبونا آدم في تقييم هذا الرجل في تقييم إبليس الحكاية بكل تفاصيلها ترتبط بهذا التقييم أعتقد أن صورة واضحة هذا يعني أن الخلافة في الأرض ستعاني من هذه المشكلة مثل ما عانت في بداياتها ستبقى تعاني إذا لم يتخذ الإنسان الموقف السديد في التقييم ومن التقييم تارة يكون لنا موقف في التقييم وتارة يكون لنا موقف من التقييم نفسه إذا كان لما يسمى بعلم الرجال إذا كان له من روح من كينونة فإن كينونة علم الرجال التقييم ولاحظتم كيف أن الملائكة أخطأوا في التقييم وكيف أن أبان آدم وهو نبي أخطأ في التقييم وكيف أن إبليس الذي كان عالما من أكبر علماء الجن وكان عابدا من أكبر عبادهم ولذا رفعه الله مع الملائكة كيف أخطأ في التقييم مشكلة التقييم مشكلة حساسة جدا الطوسيون يخطئون في تقييم رواة الحديث فحينما يخطئون في تقييم رواة الحديث يدمرون دين العترة الطاهرة وهذا هو الذي جرى ولا زال يجري وهذه المشكلة بكلها من أولها إلى آخرها جاؤونا بها من نواصب سقيفة بني ساعد أبونا الثاني نوحن النبي وهذه سورة هوت الآية الخامسة والأربعون بعد البسملة في قصة في قصة ابنه الذي غرق في الطوفاء في الآية الثانية والأربعين بعد البسملة من سورة يهود ونادى نوحن ابنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال وحال بينهما الموت فكان من المغرقي إلى أن تقول الآيات ونادى نوح ربه فقال ربي إن نبني من أهلي إن نبني الذي غرق في الطوفان إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق أن توعدتني أن تسلم أهلي من الغرق باستثناء الزوجة نوح وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم فماذا قال الله لهذا النبي المرسل من أولي العزم الذي هو شيخ المرسلين هكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزوره في النجف نسلم عليه على أنه شيخ المرسلين في رواياتنا هو أفضل الأنبياء هو أعلاهم شأنا قطعا لا أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هنا نوح من شيعة آل محمد قال يا نوح الله يقول له قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح المراد إنه عامل غير صالح مثلما نصف الشاهد بأنه عدل شاهد عدل نصفه بالمصدر فهنا فهنا جاء الوصف بالمصدر وهو العمل صيغة الفاعل عامل فنقول شاهد عدل ونقول كذلك لهذا الرجل لابن نوح من أنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم الله يقول لهذا النبي المرسل من الأنبياء أولي العزم من أنك لا تمتلك المعطيات الكاملة في تقييم ابنك وهو ابنه وهو ابنه فكيف يقيم الرجاليون رواة الحديث وهم لا يعرفون شيئا عنهم ليس في أيديهم إلا معلومات ضئيلة هذا نبي مرسل من أولي العزم الله سبحانه وتعالى يرفض تقييمه الرجالية لابنه وليس لشخص بعيد عنه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم نوح عده من أهله بينما الله ما عده من أهله قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين علم الرجال جهل جهل اعتماد موازين التقييم الرجالية جهل وجهالة سفه وسفاهة هذا قرآن هذا نبي مرسل نبي مرسل عاجز عن تقييم ابنه تقييما رجاليا صحيحا سبحانه وتعالى يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين فإن علم الرجال جهل لا تكون جاهلا كي تعتمد موازين التقييم الرجالي وهو يقيم ابنه لا يقيم شخصا بعيدا عنه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها قلوب الطوسيين مقفلة بضلالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها قلوبهم مقفلة بضلالهم ببعدهم عن العترة الطاهرة بخيانتهم لإمام زمانهم ومع عرفتنا بالزلل الذي أصابكم في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة الإمام يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة آنذاك ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كيف يستطيعون أن يتدبر القرآن قلوب مقفلة بخيانتها قلوب مقفلة بضلالها وإلا فإن الآيات واضحة وواضحة جدا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم هذا الذي تقوله جهل يا أيها النبي المرسل إني أعظك أن تكون من الجاهلين فماذا قال نوح النبي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين إذن الرجاليون خاسرون خاسرون هذا نبي هكذا يقول ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين هل يستطيع أحد من علماء الرجال من الأموات أو من الأحياء هل يستطيع أن يقول من أن علمه بروات الحديث أكثر من علم نوح النبي بابنه هل يستطيع أحد أن يقول ذلك هذا نبي مرسل من أولي العزم هو شيخ المرسلين وعاش عمرا طويلا طويلا جدا مرت عليه التجارب والتجارب حتى لو لم يكن نبيا مرسلا لقد عاش عمرا طويلة ورأى ما رأى من أصناف الناس من قومه حكاية نوحن النبي طويلة طويلة زمانا وعميقة مضمونا أحداثها مختلفة حقائقها مرة ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل علمه في دائرة علم الرجال جهلا إني أعظك أن تكون من الجاهلين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم في تقييم الرجال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين بالله عليكم هل نستطيع أن نتصور أحدا من علماء الرجال من الأموات أو من الأحياء يمتلك معلومات عن رواة الحديث تكون أكثر من معلومات نوحن النبي عن ابنه إذا كان نوحن النبي جاهلا في هذه الجهة بحسب القرآن الله 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 هو الذي يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهل وهو الذي يقرر هذا المعنى نوحن النبي رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم يعني أنني جاهل في الموضوع وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فعلم الرجال خسارة والرجاليون خاسرون وهم بحاجة إلى توبة وإلى مغفرة وإلى رحمة كي ينقذوا أنفسهم لأنهم دمروا الدين أتحدث عن علماء الرجال الذين يقولون إننا شيعة لا شأن لي بنواصب سخيفة بني ساعد نذهب إلى فاصل ومن قصة نوحن النبي وهي كافية كافية في إبطال علم الرجال من أوله إلى آخره وليست كافية فقط في إبطال علم الرجال من أوله إلى آخره بل هي دليل على حرمة العمل به الآيات صريحة في ذلك الله سبحانه وتعالى هدد نوحا النبي ونوح النبي طلب المغفرة والرحمة واستعاذ بالله كي لا يكون من الخاسرين من الذين يتمسكون بالتقييمات الرجالية فهم الخاسرون الآيات واضحة واضحة لكن أولئك الذين عميت بصائرهم وانتكست قلوبهم أتحدثوا عن مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء ماذا نقول له ماذا نقول له هذه حقائق القرآن من سورة هود إلى سورة يوسف في سورة يوسف هناك العديد من اللقطات التي تتعلق بموضوعنا هذه اللقطة الأولى واستبق الباب بعد أن فعلت زليخة ما فعلت وفر يوسف منها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب إنه عزيز مصر فلما التقت بزوجها ماذا ستقول قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم يوسف ماذا قال قال هي راودتني عن نفسي موازين التقييم ستشتغل هنا قطعا سيحكم عزيز مصر على يوسف من أنه هو المذنب ولذا فإن براءة يوسف تحتاج إلى معجزة لأن موازين التقييم خاطئة عند الأنبياء خاطئة فكيف عند الوثنيين فهذا وثني إذا كانت الموازين عند الأنبياء ليست صحيحة في قصة أبينا نوح وفي قصة أبينا آدم وكيف قيم إبليس تقييما حسنا وصدق بكلامه حينما أقسم له إبليس وقال له من أنه ناصح له قطعا عزيز مصر سيحكم بالسوء على يوسف ولذا فإن يوسف لا يمتلك من المعطيات التي يستطيع من خلالها أن يجعل تقييمه تقييما سديدا بالنسبة لعزيز مصر تدخلت المعجزة هنا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها طفل رضيع لا زال في المهد من أقرباء زليخة هذا الطفل أمه نسته في المكان لأن زليخة أمرت الجميع بالخروج من القصر كي تخلو بيوسف لوحدها أم هذا الطفل نست طفلها نسيان طفلها هو بحد ذاته معجزة الطفل هو الذي نطق وشهد شاهد من أهلها هو هذا الطفل الرضيع الذي كان في المهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأنه قد أقبل عليها وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأنه قد فر منها وهي التي لحقته فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ثم التفت إلى يوسف وقد ظهرت براءة يوسف إعجازية ليس بموازين التقييم بموازين التقييم الرجالية فإن يوسف هو المذنب يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين هذا التقييم جاءت سديدا بسبب الإعجاز لو لم تكن هذه المعجزة موجودة لكان التقييم بنحو المعاكس لأصبحت زليخة بريئة وصار يوسف مذنب هذه موازين التقييم مع أن عزيز مصر يعرف زوجته ويعرف يوسف وجمال يوسف في مكان خال ليس فيه إلا زليخة الفاتنة الجميلة ويوسف الشاب الجميل مع صدق يوسف ومع ما يعرفه عزيز مصر من طهارة يوسف وما يعرفه أيضا من طبيعة زوجته جميلة 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 التقييم صحيحة فهل الرجاليون يمتلكون معجزة كهذه المعجزة كي ترشدهم إلى موازين التقييم هذا الشاهد الذي شهد ليوسف وهو الرضيع الصغير أعطى لعزيز مصر ميزانا في التقييم يعني أن ميزانك يا عزيز مصر ليس سديدا في التقييم ولماذا نستغرب ذلك إذا كان نوح النبي المرسل ميزانه في التقييم وفي تقييم ابنه ليس سديدا فجاءت المعجزة أن قدمت لعزيز مصر ميزانا في التقييم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه ميزان حسي في التقييم هل يمتلك الرجاليون ميزانا حسيا في التقييم من أين يأتون به إنه نقل نقل فلان عن فلان وماذا يعرفون عن فلان الناقل لا يعرفون شيئا هذا هو الذي جرى والذي لا زال يجري فيما يسمى بعلم الرجال بين المراجع الطوسيين السفهاء وبهذه الطريقة حطموا الأحاديث التفسيرية ونقضوا بيعة الخدير وقدموا للشيعة تفسير النواصب وبهذه الطريقة حطموا الأحاديث العقائدية وقدموا للشيعة عقيدة الأشاعرة والمعتزلة وبهذه الطريقة جاءونا بالإجماع وجاءونا بالقياس وجاءونا بكل القذارات الناصبية وحطموا المنهجة الاستنباطية عند العترة الطاهرة في استنباط التفسير والعقائد والفتاوى والأحكام وجاءونا بمنهج استنباطي شافعي معتزلي ودمروا ديننا هذه هي الحقيقة من الآخر عزيز مصر ما استطاع أن يقيم نبيا يوسف نبي وعزيز مصر قد ربى يوسف منذ صغره ويعرف طهارته ورأى ما رأى من معجزاته من معجزات يوسف ومع ذلك ما استطاع أن يقيمه تقييما صحيحا لولا أن تدخلت المعجزة الربانية في أن أعطته ميزانا للتقييم يا أيها الشيعة اعتبروا بكتاب الله تدبروا فيه هذه حقائق القرآن لماذا تتركون حقائق القرآن وتركضون وراء النواصب لماذا لماذا والنتيجة ما هي تدمير لدين العترة الطاهرة النتيجة هي هذه أنا لا أستطيع أن أطيل الوقوف عند كل جزء من أجزاء هذه الصور واللقطات المهمة الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب أتمنى أن أجد فرصة كي أعود إلى هذه الآيات لأسلط عليها الضوء كي أعرضها بالتفصيل وبالتفصيل الكامل ما أبينه هنا في مستوى الإجمال في مستوى الحديث المقتضب أذهب بكم إلى لقطة ثانية من سورة يوسف نحن ماذا نقرأ في بداية سورة يوسف في الآية الثالثة بعد البسملة نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص هذا لماذا في آخر سورة يوسف في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة وهي آخر آية في السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في قصص سورة يوسف وفي سائر القصص في قصة أبينا آدم في قصة الاستخلاف في قصة أبينا نوح وما يرتبط بابنه الذي ذهب مع المغرقين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فاعتبروا يا أيها الشيعة اعتبروا بكتاب الله لماذا تعتبرون بهراء مجموعة من الرجال من الرجال كبار السني المخرفين والسفهاء الذين لا دين لهم هؤلاء عباد للدنيا وعباد للشيطان وعباد لذكورهم وفروجهم أتحدث عن المراجع هذه حقيقتهم لو كان عندهم من دين لفتحت بصائرهم ولأدركوا الحقائق من كتاب الله إنهم يضحكون عليكم يقولون لكم هذه المطالب التي تعرض في قناة القمر هذه من المطالب التي لا يصح أن تطلع عليها أخاطب طلاب الحوزة وإنما عليكم أن تتابع دروسكم لا تطلع على هذه المطالب هذه المطالب مبذولة في الكتاب وفي حديث العطرة هذا القرآن للجميع المطلوب من الجميع أن يقرأوه من أوله إلى آخره المطلوب من الجميع أن يتدبروا فيه لماذا لم يتدبر هؤلاء المراجع في هذا الكتاب الكريم لأنهم ثيران ثيران وتيوس هذه حقيقتهم وإلى هذا القرآن واضح صريح بين وحينما يأتي أحد من مقلديهم كي يسأل سؤالا بهذا الخصوص يصيحون فيه هذا مو اختصاصك أنت مو أعلم من المرجع زين إذا المرجع مطي المرجع مطي مطي بتمامي معنى الكلمة مطايا المراجع لهم مطايا ليش ما يتدبرون بالقرآن ويصلون إلى هذه النتائج وكل واحد عمره تسعين واثمانين وين خلصوا أعمارهم لماذا لم يتدبروا في كتاب الله أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر القارئ الذي قراءته لا خير فيها هو لا خير فيه سيد العوصياء يقول ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هؤلاء عبادتهم من دون تفكر قراءتهم من دون تدبر هذا إذا كانوا يقرؤون وعلمهم إذا كان عندهم من علم ليس فيه تفهم الذي علمه ليس فيه تفهم لا فهم عنده هذا غبي الذي قراءته ليس فيها تدبر لا خير فيه والذي عبادته ليس فيها تفكر لا خير فيه هذا كلام أمير المؤمنين هؤلاء مراجعكم لا خير فيهم أخاطب عوام مشعة وأخاطب طلبة الحوزة في النجف وكربلا مراجعكم لا خير فيهم لو كان فيهم من خير لتدبروا في كتاب الله ولوصلوا إلى هذه النتائج ولعلموكم هذه الحقائق ولصانوا دين العترة من تدميره وتحريفه وتشويهه عبر علم الرجال الناصبي أخذوا لقطة أخرى من سورة يوسف في الآية السابعة والسبعين بعد البسملة من سورة يوسف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل لما رتب يوسف النبي أن يضعوا صواع الملك في رحل بن يامين الحكاية المعروفة وعثروا على صواع الملك في رحل بن يامين أخوته هكذا قالوا أخوة يوسف قالوا إن يسرق عن بن يامين فقد سرق أخ له من قبل إنهم يتحدثون عن يوسف لأن يوسف وبن يامين من أم واحدة والبقية من أمهات مختلفة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون قال لهم إن ميزانكم في التقييم ليس صحيحا لماذا قالوا من أن يوسف قد سرق يحدثنا علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره الشريف الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 331 عن أبي الحسن عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه قال كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرق هذا هو الحكم كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرق يكون عبدا يكون خادما عند الشخص الذي سرق منه ما سرق وكان يوسف عند عمته وهو صغير وكانت تحبه وكانت لإسحاق منطقة المنطقة نوع من أنواع الأحزمة يكون مزينا ليس حزاما عاديا وكان لإسحاق إسحاق هو والد يعقوب يعني جد يوسف وهو متوفى في ذلك الوقت وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب وكانت عند أخته أو دعها يعقوب أمانة عند أخته محافظة عليها وإن يعقوب طلب يوسف ليأخذه من عمته فاغتمت لذلك وقالت دعه حتى أرسله إليك وأخذت المنطقة فشدت بها وسطه تحت الثياب هي التي ألبسته المنطقة تحت الثياب فلما أتى يوسف أباه جاءت جاءت عمته فقالت قد سرقت المنطقة تتحدث عن منطقة إسحاق ففتشته فوجدتها معه في وسطه حتى تأخذه عندها فلذلك قالوا أخوة يوسف لما حبس يوسف أخاه حيث جعل الصواع في وعاء أخيه فقال يوسف ما جزاء من وجد في رحله قالوا جزاؤه السنة التي تجري فيهم وهو أن يسترق فلذلك قالوا أخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل هم قيموا يوسف وفقا لحادثة قديمة كان يوسف في وقتها صغيرا ولم يكن له من ذنب عمته هي التي ألبسته المنطقة وجعلتها تحت ثيابه كي يبقى عندها في البيت حبا له وحبا به يوسف هكذا كان يقول ماذا جنيت من الحب أحبني أبي فألقاني أخوتي في البئر وأحبتني عمتي فصرت لصا سارقا وأحبتني جليخة فأودعت في الحبس ماذا جنيت من الحب فهذا تقييم خاطئ ليوسف يفترض فيهم أن يذكروا يوسف بخير بعد الذي جرى ما جرى على يوسف بسببهم وجرى ما جرى على أبيهم بسبب حزنه على ولده يوسف بسببهم أيضا ولكن موازين التقييم خاطئة هم يتصورون أنفسهم أنهم يقيمون يوسف بالتقييم الصحيح حينما قالوا من أنه قد سرق قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون تقييمكم خاطئ ما جاء في قصة الخلافة الله قال للملائكة بعد أن أخطأوا في التقييم إني أعلم ما لا تعلمون الكلام هو هو يوسف قال لهم والله أعلم بما تصفون إنه الخطأ في التقييم الرجالي ها هم يسيئون إلى نبي من الأنبياء وهم أخوته وفعلوا ما فعلوا به وإلى هذه اللحظة لا يعرفون خبره ومع ذلك يسيئون في تقييمهم لأخيهم الذي ظلموه وهم يعرفون أنه نبي فقد أخبرهم أبوهم بذلك وإلى لقطة ثالثة حينما أعطى يوسف القميص لأخوته كي يلقوا به على وجه أبيهم لأجل أن يرتد بصيرا حكاية يوسف المعروفة لازلت أقرأ من سورة يوسف في الآية الرابعة والتسعين بعد البسملة ولما فصلت العير فصلت خرجت من المدينة ولما فصلت العير في مصر في المدينة التي كان فيها يوسف النبي ولما فصلت العير القافلة قال أبوهم وهو في فلسطين إني لأجد ريح يوسف لأن يوسف أعطاهم قميصا خاصا هذا القميص الذي نزل به جبرايل على جده إبراهيم حينما أرادوا أن يلقوا به في النار هكذا حدثتنا روايات العترة الطاهرة جعله يعقوب في تميمة وعلقها على يوسف يوسف أخرج القميص من تلك التميمة وأعطى القميص لأخوته في تلك اللحظة شم يعقوب الرائحة هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل في القول لست بصدد الحديث عن ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تقيموني تقييما رجاليا خاطئا أين أنت أسرته أسرة نبي قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أين أنت وأين يوسف وأين ريح يوسف ماذا تقول هذا نبي هكذا يقيم من أسرته ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف مع أنهم قد شاهدوا الكثير من معجزاته إن لم تكن من المعجزات فمن غرائب الأفعال التي لا يستطيع الناس أن يفعلوها نبي من الأنبياء يعقو ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تقيموني التقييم الرجالي الخاطئ وفعلا قيموه تقييما رجاليا خاطئا قالوا تالله مع القسم يقسمون إنهم متأكدون من ذلك قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ألا تلاحظون أن الكلام هو هو مع الملائكة من الله مع نوح من الله يوسف مع أخوته ويعقوب مع أسرته كل النصوص تقول من أن موازين التقييم جهل ما هي بعلم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون حينما صدموا بالموازين الحسية التي لا يمتلكها علماء الرجال ماذا قالوا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا تقييماتنا الرجالية خاطئة إنها ذنوب استغفر لنا ذنوبنا فأنت أبونا ووالدنا وأنت نبينا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ما قال لهم إنكم لم تكونوا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم الموازين في التقييم الرجال خطيئة جريمة خسران هذه النصوص واضحة قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ولقد طلبوا هذا معتذرين من أخيهم يوسف حين قالوا في الآية الحادية والتسعين بعد البسملة من سورة يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما قال لهم إنكم لم تكونوا مخطئين وإنما عفى عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فهل أنتم يا أيها الشيعة من أولي الألباب أم من أولي الأذناب أولي الأذناب الحمير أنتم من أولي الألباب أم من أولي الأذناب من أصحاب الآذان الطويلة والذيول الطويلة لقد كان في قصصهم عبرة ليس لأولي الأذناب وإنما لأولي الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه الأقفال كيف تفتح إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لزرارة لزرارة ابن أعين الرواية في الكاف الشريف ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته نذهب إلى فاصل في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة الأعراف واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الموضوع كله الوقت يجري سريعاً وبقي عندي كثير من الكلام سأجزه لكم بقدر ما أستطيع أعود إلى الآية من سورة الأعراف واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا هذا الموضوع جاء مذكوراً أيضاً في سورة البقرة في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة وما بعدها وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إلى بقية الآيات أنا لا أريد أن أفتح الموضوع على مصارعه لأن الكلام سيفتح على كلام آخر وإنما أذهب إلى النقطة التي ترتبط بموضوع الحلقة موسى لما ذهب إلى الميقات اختار سبعين رجلاً من قومه لكنهم غدروا به حينما وصلوا إلى الميقات وهو قد اختار الأفاضل والأخيار من قومه حكاية لها تفصيل في آخر الأمر غدروا به فأنزل الله عليهم صاعقة من السماء فأهلكتهم عادوا إلى الحياة بعد ذلك بدعاء وطلب من موسى النبي أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل الواقعة بتفاصيلها الجهة التي أريد الإشارة إليها موسى اختار الأفاضل من قومه وموسى نبي مرسل من أولي العزم إنه كليم الله فاختار سبعين رجلاً من أماثل قومه من خيارهم فغدروا بأجمعهم بنبيهم موسى هذه رواية مهمة أقرأها عليكم من عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئة إنه الحديث الأول من الباب الخامس عشر بسنده عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول يتحدث عن بني إسرائيل الذين اختار منهم موسى سبعين رجلاً هكذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفاً ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربهم فخرج بهم إلى طور سينا عملية فلترة معقدة وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم فلترهم فاختار منهم سبعين ألفاً ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربهم عملية فلترة معقدة قطعاً اعتمد فيها على علماء بني إسرائيل وعلى الذين لهم خبرة في تعريخ هؤلاء الذين يفلترون شيئاً فشيئاً ومع ذلك كان التقييم الرجالي من موسى النبي ومن علماء بني إسرائيل ليس سديداً في الجميع لأن الجميع غدروا بموسى النبي فأين نضع التقييم الرجالية لرواة الحديث حينما يصدر من السستاني مثلاً في زماننا أو صدر من الخوعي في زمانه في زمان الخوعي لرواة حديث عاشوا قبل مئات ومئات من السنين لا يملكون عنهم أي معلومات المعلومات التي وصلت إلى أهديهم لا أقول إنها مجتزأة هي أقل من ذلك بكثير وكثير 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 في بعض الأحيان يتحدثون عن راوية حديث لا يمتلكون عنه أي معلومات وإنما يجمعون قرائن من هنا ومن هناك وهي قرائن حدسية وليست حسية وأنتم لاحظتم في كل الوقائع التي عرضها القرآن الجانب الحدسي كان مخطئا في كل الوقائع حينما يكون الجانب الحسي وفي بعض الأحيان يحتاج إلى معجزته كما في قصة زليخة وشهد شاهد من أهلها الموضوع معقد ومعقد جدا هؤلاء سبعمائة ألف فالترهم إلى سبعين ألف فالترهم إلى سبعة آلاف فالترهم إلى سبعمائة رجل فالترهم إلى سبعين رجلا والسبعون كلهم غدروا بموسى القرآن هو الذي يقول واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قهل ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة موطن حاجتنا صار واضحا صار واضحا جدا إذا ما ذهبنا إلى سورة الكهف وفي قصة موسى والخضر عبرة لمن أراد أن يعتبر مشكلة موسى في قصته مع الخضر التقييم موسى كان يخطئ التقييم والخضر كان عالما بذلك لذا اشترط عليه من البداية شروطه قال له موسى إنني أقرأ من الآية السادسة والستين بعد البسملة من سورة الكهف قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا لماذا موازين التقييم ليست دقيقة قال إنك لن تستطيع معي صبرا وهو يبين الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال موسى ستجدني إن شاء الله جعل لها شرطا بشرط مشيئة الله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا واستمرت الحكاية أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الواقعة مثل ما جاءت في الكتاب الكريم وفصلتها لنا الأحاديث التفسيرية الشريفة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إلى أن انفرط العقد فيما بين موسى والخضر وافترق بعد أن بين له ما بين موطن الحاجة في حلقتنا من هذا الموضوع التقييم التقييم فإن موسى كان يخطئ في تقييم الخضر لما خرق السفينة ماذا قال له لقد جئت شيئا إمر لقد جئت شيئا قبيحا مهولا الذي يأتي بالأشياء القبيحة المهولة سيكون قبيحا في نفسه لقد جئت شيئا إمر واستمر الكلام على هذه الشاكلة إنه الخطأ في التقييم لماذا لأن معطيات التقييم مجتزأة عند موسى ليس هي كما عند الخضر الخضر عارف بالأمر وتفاصيله موسى لم يكن كذلك من هنا كان تقييمه للخضر عند كل حادثة تقييما خاطئا أسألكم بالله علماء الرجال الخوء مثلا الذي لا يحسن تقييم رسول الله حينما يقول عن رسول الله من أنه ينسى ويسه إلى حد كبير جدا وحينما يتحدث عن قتلة الزهراء عن الأول والثاني ويقول من أنهما ليس بناصبيين العقل العقل يخطئ في البديهيات في التقييم رسول الله مع كل المعلومات والمعطيات أخطأ في تقييمه وهو وهو يقول عن رسول الله من أنه لا يحسن القراءة والكتابة والأئمة يقولون عن الذي يعتقد بعقيدة كهذه من أنه كذاب لعنه الله الخوء الذي لا يحسن تقييم رسول الله مع كثرة المعطيات عن رسول الله ولا يحسن تقييم الأول والثاني مع كثرة المعطيات عن الأول والثاني ولا يحسن تقييم وكلائه أفسد وكلاء المراجع عبر التأريخ الشيعي وكلاء الخوء وهؤلاء كانوا يعيشون في زمانه وبإمكانه أن يصل إلى ميزان في التقييم الحسي لهم فهو يخطئ في تقييم وكلائه الذين يعيشون في أيامه ويخطئ في تقييم رسول الله مع كثرة المعطيات عن رسول الله ويخطئ في تقييم الأول والثاني من قتلة الزهراء مع كثرة المعطيات عنهما ويخطئ ويخطئ بعد ذلك بعد ذلك كيف تريدون مني أن أتوقع من أن الخوء رجالي عظيم يحسن تقييم رواة الحديد وفقا لأي منطق وفقا لأي دليل وفقا لأي معطيات وأنا أرى نبيا مرسلا كليم الله من أولي العزم وهو الذي طلب من الله أن يرشده إلى الخضر وهو الذي طلب من الخضر أن يسمح له في أن يرافقه والخضر اتخذ عليه شروطان وطلب منه أن يصبر ولكن موازين التقييم الخاطئة كانت تضغط عليه فكانت تصدر التقييمات الخاطئة منه إلى أن حكم عليه الخضر بأن يفارقه وتفارقه فهل الخوء يمتلك من الموازين أكثر دقة من الموازين التي كان يمتلكها نبي مرسل من أولي العزم إنه كليم الله كيف تقنعونني بذلك بهذه الطريقة دمر ديننا ودمر حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفرضوا على الشيعة علم الرجال الناصبي الذي يرفضه القرآن في كل الاتجاهات وفي كل الاحتمالات نذهب إلى فاصل في الآية السادسة والأربعين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله حكاية طالوت وجالوت جالوت الطاغية المتفرعن الظالم بنوا إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن ينصب لهم ملكا كي يقودهم سياسيا عسكريا اجتماعيا في مواجهة جالوت وظلمه فاختار لهم سبحانه وتعالى طالوت وقال لهم نبيهم في الآية السابعة والأربعين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت كان فقيرا كان راعيا قالوا أنا يكون له الملك علينا ما أنتم الذين طلبتم من الله أنتم الذين طلبتم من الله الله عين لكم قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه إذن لماذا لم تنتخبوا ملكا من بينكم لماذا رجعتم إلى الله موازين التقيين موازين التقيين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله بحسب الأحاديث التفسيرية طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم ما قال لهم نبيهم أنا الذي اخترت لكم لأنهم طلبوا من أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنه يكون له الملك قالوا أنه يكون له الملك علينا لماذا؟ لأن الإسرائيليين قد قسموا إلى بيت الملك وبيت النبوة ولم يكن طالوت من بيت الملك هذه حكاية لها تفصيلها في التأريخ عندهم وفي رواياتنا كذلك ولا مجال للخوض فيها فهناك بيت الملك وهناك بيت النبوة طالوت لم يكن من أنسال بيت الملك قالوا أنه يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال وما هو بغني فقال لهم نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم هذه عملية اصطفاء وزاده بسطة في العلم والجسم فهو عالم وهو جسيم قوي شجاع يستطيع أن يقودكم في الحرب لأنكم هكذا طلبتم ابعث لنا ملكان نقاتل في سبيل الله قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء إلى آخر ما جاء في هذه الحكاية العجيبة والجميلة في الوقت نفسه المشكلة هنا هي مشكلة التقييم لقد اعترضوا على الله بسبب سوء تقييمهم وهذا هو الذي يجري عند علماء الرجال يعترضون على الأحاديث والروايات بسبب سوء تقييمهم الحكاية هي الحكاية الله نصب لهم طالوت ملكا وأعطاه ما أعطاه وزاده بسطة في العلم والجسم لكنهم اعترضوا عليه هذا الاعتراض أجيب بمعجزات لكن آثار الاعتراض بقيت فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم الحكاية طويلة هذا الذي جرى عليهم في نهر طالوت عاقبة للذي فعلوه بسبب سوء تقييمهم هم الذين طلبوا من الله عبر نبيهم أن ينصب لهم ملكا فنصب لهم سبحانه وتعالى ملكا بحسب موازين تقييمه جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس رفضوا موازين تقييم الله وأرادوا أن يطبقوا موازين تقييمه فأقيمت لهم المعاجز لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحاد ابتلوا بذلك النهر لم ينجوا من ذلك الابتلاء إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر هؤلاء هم الذين نجوا من ذلك الابتلاء وإذا أردنا أن ندقق في النظر هؤلاء من الذين لم يعترضوا على تنصيب طالوت وإنما سلموا بموازين التقييم الإلهية لم تكن عندهم موازين تقييم كي يفرضوها حكاية التقييم حكاية خطيرة حكاية التقييم لها أثر بالغ في تعريخ كل الأنبياء أذهب بكم إلى سورة صات ولازلنا في أجواء بني إسرائيل في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة صات والتي بعدها وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ داود النبي كان معتزلا اعتزل للعبادة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد عزني في الخطاب غلبني قهرني ضغط علي ضغطا شديدا فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله بحسب الأحاديث التفسيرية فإن الذين تسوروا المحراب على داود من الملائكة داود داود استغفر ربه والقرآن يقول فغفرنا له ذلك وبعد ذلك جاءه التوجيه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ما هو هذا الهوى الذي تحدثت عنه آيات القرآن إنه التقييم الرجال فإن داود حكم على الرجل الذي هو في الحقيقة ملك لكنه تصور بصورة رجل حكم عليه بحسب موازين تقييم حدسية لم يسأله حجته لم يسأله بيينته لم يبحث بحثا حسيا قيم الرجل تقييما رجاليا حدسيا بالضبط مثل ما يفعل علماء الرجال هذا ما هو كلامي أحاديث العترة الطاهرة هي التي تقول أقرأ عليكم من عيون الأخبار من المصدر نفسه الذي قرأت منه قبل قليل حديث طويل عن إمامنا الرضا إنه الحديث الأول من الباب الرابع عشر أذهب إلى موطن الحاجة فقال خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب الإمام الرضا ماذا يقول فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة تقييم رجالي فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم يسأل المدعي البينة على ذلك وإنما حكم حكما حدسيا قيم تقييما رجاليا حدسيا ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه من نسبة المعاصي إلى داود يتحدث مع الذين سألوا ألا ألا تسمع الله عز وجل يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى الهوى ما هو هنا إنه التقييم الرجالي الرجالي الحدسي ولذا فإن داود استغفر من هذه الخطيئة سبحانه وتعالى صرح في القرآن بأنه قد غفر له إنها خطيئة الآيات واضحة إذا ما جمعناها مع الرواية الشريفة فإن الأمر يكون جلياً بيناً واضحاً صريحاً وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط حقائق القرآن لا تتضحوا إلا من خلال تفسير علي وآل علي لها إنني أبرأ من تفسير سقيفة بني ساعدة أبرأ إلى الحجة بن الحسن وأبرأ إلى الحجة بن الحسن من تفسير سقيفة بني طوس كلا السقيفتين فسرت القرآن بضلال وبضلال واضح وبجهالة وسفاهة بينا الآيات واضحة في أن التقييم الرجالي الحدسية مرفوض الله يرفضه الأنبياء يرفضونه ولذا فإن داود استغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك ثم يخاطبه الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله سبيل الله علي وآل علي وعلم الرجال أظل مراجع النجفي عن علي وآل علي وحق علي سبيل الله علي وآل علي لست أهل الذي أقول رواياتهم أحاديثهم التي بايعنا عليها لأنها تفسر قرآنه ونحن بايعنا في بيعة الغدير على ذلك سبيل الله في الكتاب الكريم علي وآل علي إنهم الأئمة المعصومون سبيل الله الأئمة المعصومون الأربعة عشر ابتداء من إمام الأئمة على الإطلاق إنه محمد صلى الله عليه وآله مرورا بعلي إمام الأئمة من بعد محمد ومن علي إلى فاطمة إنها إمام الأئمة من بعد علي إلى أئمتنا من ولد علي وفاطمة من المجتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء هم سبيل الله علم الرجال عند مراجع السوء والقباحة والشناعة والفضاعة والسفاهة علم الرجال عندهم أتحدث عن مراجع العظام في النجف وكربلاء علم الرجال عندهم أضلهم عن سبيل الله وأضل الشيعة بسبب ضلالهم مثل ما قال إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة وهذه هي الحقيقة الواضحة الساطعة فيما بيننا منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة في النجف وإلى هذه اللحظة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب بعد كل هذا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تعتمد على علم الرجال والموازين الرجالية ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله ماذا لهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب هل تعتبرون يا أيها الشيعان أو أنكم لا تعتبرون أذهب بكم إلى سورة النمس في قصة سليمان النبي في الآية العشرين في الآية العشرين بعد البسملة من سورة النمس وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الروايات تخبرنا من أن سليمان حينما كان ينطلق طائرا ببساطه حينما كان ينطلق طائرا ببساطه الطائر بكرسيه الطائر كانت الطيور تشكل سقفا فنظر إلى الطيور وكل طير له مكان محدد وجد هناك فتحة وجد هناك ثغرا إنه مكان الهدهد فأين هو الهدهد ولذا قال وتفقد الطير حين نظر إلى السقف وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال جاء الهدهد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين من اليمن أني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إلى أن تقول الآيات سليمان هكذا قال للهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سليمان لم يستعمل التقييم الرجالي وإنما استعمل التحقيق الحسي قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ولذا لم يستغفر بعد هذا القول ولم يرد في القرآن ذم لهذه الحالة مثل ما ورد في الحالات السابقة لأن سليمان لم يعتمد طريقة التقييم الرجالي الحدسي وإنما ذهب إلى التحقيق الحسي وهذا هو الذي لا يمتلكه علماء الرجال للذين ماتوا وكتبوا كتبا في الرجال وللذين هم أحياء ويعبثون بدين العترة الطاهرة شر عبث على أساس أنهم علماء محققون مضرطون فدمروا دين العترة الطاهرة وهذا هو الذي دعاهم إلى أن يتمسكوا بالمذهب الطوسي الضال للقذر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون إلى آخر الحكاية هذا تحقيق حسي وما هو بحدسي حينما كان الكلام حدسيا في قصة داود فإن الله قد حذره من الهوى وهكذا الأمر في سائر القصص الأخرى أنا لا أجد وقتا كي أكرر الكلام لتذكيركم أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة هذه الحلقة مهمة جدا نذهب إلى فاصل الآية الحادية بعد المئة من سورة التوبة وأنتم تعلمون من أن سورة التوبة من السور التي نزلت متأخرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله في أخريات في أخريات سنيه نزلت سورة التوبة والتي يعرفها المسلمون بالفاضحة لأنها فضحت الصحابة في الآية الحادية بعد المئة وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ مِنَ أَعْرَابِ مُنَافِقُونَ هذا تقييم رجالي من الله وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأَعْرَابِ مُنْ أَعْرَابِ مُنْ أَحْلِ مَنْ أَحْلِ مَدِينَةِ مَرَدُوا على النفاق مَرَدُوا أي اعتادوا أي صار أمراً عادياً مَرَنُوا عليه مَرَنُوا عليه أي اعتادوا عليه تمرنوا عليه صار النفاق جزءاً من تكوينهم الشخصي وممن حولكم من الأعراب منافقون تقييم رجالي إلهي قطعي ومن أهل المدينة مَرَدُوا على النفاق صار النفاق جزءاً أساسياً في تكوين شخصياتهم موطن الشاهد هنا القرآن يخاطب رسول الله لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا يعني أن رسول الله لا يحسن تقييم الناس الآية هكذا تقول لا تعلمهم نحن نعلمهم نعلمهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم يا رسول الله نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم القرآن بحسب العترة الطاهرة نزل بهذا القانون بقانون إياك أعني واسمعي يا جارة الخطاب لفظا يوجه لرسول الله لكن المضمون يوجه للأمة لا تعلمهم أنا لا أعلمهم أنتم لا تعلمونه المسلمون الذين كانوا في زمان نزول الآية لا يعلمونه فالخطاب القرآني بحسب قواعد التفسير في دين العترة الطاهرة نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة إذا أردنا أن نفهم القرآن بحسب هذه القاعدة العلوية فأنا وأنتم المسلمون بأجمعه وعلماء الرجال منهم لا يملكون موازين التقييم مع أن أولئك كانوا منافقين حقيقة الله هكذا يصفهم بحسب التقييم الرجال الإلهي هم منافقون ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق هؤلاء شياطين أكثر من الأعراب لأن الأعراب بعيدون عن المدينة لا يعيشون مع المسلمين هم ليسوا على قرب مكاني من رسول الله الذين في المدينة وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار كثير منهم منافقون ألا لعنة الله على المنافقين ومن أهل المدينة مردوا على النفاق نفاقهم أشد وأقبح من نفاق الأعراب لأنه صار جزءا من تكوينهم الشخصي فهم قد مردوا عليه مرنوا عليه اعتادوا عليه صار جزءا من تكوينهم وبناء شخصياتهم وصار جزءا من ممارسات حياتهم اليومية في ليلهم ونهارهم في يقظتهم ومنامهم ألا لعنة الله عليهم إن كانوا من المهاجرين أم كانوا من الأنصار من المنافقين قطعا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هذا يعني أن المسلمين لا يمتلكون موازين التقيين وإذا كنتم تفسرون القرآن بحسب منهج سقيفة بني ساعد ومنهج سقيفة بني طوس الذين لا يؤمنان بهذه القاعدة من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار فإن الخطاب لرسول الله الكلام سيكون أقوى إذا كان رسول الله لا يمتلك موازين تقييم المنافقين فهل علماء الرجال سيمتلكون هذه الموازين ماذا تقولون أنتم بحسب دين العترة الطاهرة رسول الله عالم بكل شيء لكن الخطابات لكن الخطابات القرآنية نزلت بهذا اللسان بلسان إياك أعني واسمعي يا جار على أي حال الآية تتحدث عن أن موازين التقييم ليست موجودة عند البشر لا تعلمهم نحن نعلمهم قطعا الحديث هنا عن الموازين الحدسية البشر يستطيعون أن يقيموا الآخرين بحسب الموازين الحسية الموازين الحسية يمكننا من خلالها أن نقيم الآخرين وبشكل دقيق لكن المشكلة في الموازين الحدسية التي هي موازين الرجاليين وفي بعض الأحيان لا يملكون الموازين الحدسية لأن المقدمات الحدسية ليست متوفرة لديهم إنما يعتمدون على النقول المجرد قال النجاشي ونحن لا نعرف سند هذا النقل هم يطالبوننا بسند لروايات أهل البيت وهي في كتب معروفة منذ زمان الأئمة لا تحتاج إلى أسانيد لكنهم لا يطالبون النجاشية وغيره من الرجاليين بسند لتقييماته هذه مهزلة علم الرجال عند مراجع النجف وكربلة والتي بها دمروا حديث أهل البيت القرآن واضح يقول من أن البشر لا يمتلكون موازين التقييم الحدس وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم لأنك إذا أردت أن تزن بالموازين الحدسية فإن الموازين الحدسية لا توصل إلى العلم توصل إلى أين؟ إلى الجهل لا تعلمهم وهذا أدل دليل على أن علم الرجال ما هو بعلم إنه جهل وجهالة إنه سخف وسخافة إنه سفه وسفاها تدبروا في هذه الآية هذه الآية تنفي العلم عن الموازين الحدسية الرجالية وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الحكاية خطيرة خطيرة ووقت الحلقة انتهى وبقي عندي كلام خطير وخطير أخطر من كل الذي مر علينا من أول الحلقة إلى هذه اللحظة ما بقي هو الأهم ما بقي هو الأخطر وما بقي هو الأدق نحن نتحدث في قرآن العترة الطاهرة نحن نتلمس حقائق معارف دين العترة الطاهرة ألا لعنة على المذهب الطوسي صلوات صلوات على محمد وآل محمد وتف في وجه الطوسي وطوسيين اللعناء نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر